يكثر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جهوده الحثيثة لإقناع الأحزاب الكردستانية الأخرى المشاركة في مجلس محافظة السليمانية فيما يتعلق بفكرة تطبيق اللامركزية الإداري والمالية مؤكداً أهمية اللامركزية في توسيع وتنظيم صلاحيات السلطات في المحافظة رئيس مجلس محافظة السليمانية وفي تصريح خاصة به فضائة التغيير قال المادتان الثانية والخامسة من الفقراتين السادسة والثامنة من دستور إقليم كردستان تمنح صلاحيات دارة للحكومة المحلية وآلية وطرق وتطبيق اللامركزية لكن المحافظة لم تتمكن وللأسف من تطبيق هذا النظام بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وانخفاض أسعار النفط وأزمة وباء كورونا على الرغم من عدم تأثر الحكومة الاتحادية بتلك الأزمات واستمرارها في تنفيذ المشاريع ودفع الرواتب نرى أن تحقيق العدالة والشفافية في الموارد يأتي من خلال هذا المشروع واعتمد ممثل الأحزاء في مجلس محافظة السليمانية على إحدى فقرات منهات حكومة الأقليم كردستان الحالية قبل تشكيلها والتي تتطرق إلى اللامركزية في الإدارة نحن قدمنا مشروعنا إلى مجلس الوزراء وهناك سبع قوائم في مجلس المحافظة والكتل لديها ممثلون في اللجنة الخاصة بالمشروع ومن بينهم ممثل عن الحزب الديمقراطي اللجنة العليا تعمل على رسم خارطة الطريقة وهناك ممثلون عن الأحزاء في مجلس الوزراء وعليهم الموافقة على المشروع المقدم وهذا جزء من مطالبنا وقبل ذلك يجب إعادة الموازنة إلى البرلمان وبهذا تعود الصلاحيات لأعضائه ونأمل موافقة الجهات المعنية ويرى أغلب ممثلون الأحزاب السياسية في محافظة السليمانية إن الحلول الحقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية وتنفيذ المشاريع الخدمية تأتي من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية نحن نقدم مشروعنا ضمن الإطار السياسي في الإقليم ويجب أن لا نسبق الأحداث وهناك فقرة في منهاج عمل الحكومة تتحدث عن اللامركزية ونحن نرى أن ذلك غير كاف بل نحتاج لامركزية مالية إضافة إلى لامركزية إدارية واعتمد ممثل الأحزاب في مجلس محافظة السليمانية على إحدى فقرات منهاج حكومة الإقليم كردستان الحالية قبل تشكيلها والتي تتطرق إلى اللامركزية في الإدارة ويرى أغلب ممثل الأحزاب السياسية في محافظة السليمانية إن الحلول الحقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية وتنفيذ المشاريع الخدمية تأتي من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية ويكذف حزب الاتحاد الوطن الكردستاني من خلال أعضائي في مجلس محافظة السليمانية خلق دوبي كردستاني من أجل الحصول على اللامركزية وخصوصا اللامركزية المالية عدنان جايف فضاء التغيير السليمانية